الملك حمد بن عيسى الخليفة وبالإنجازات الرائدة التي يواصل تحقيقها باعتباره الركيزة الراسخة لضمان تحقيق العدالة المنشودة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الصخير معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وسعادة المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيس المحكمة الدستورية حيث أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المعظم وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينهما في منصبيهما الجديدين يتفضل معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة لداء الغسم نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها وقد هنأهما جلالته رعاه الله متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم الوطنية خدمة للوطن والمواطن وشكرهم حفظه الله على أساماتهم القيمة في منصبيهم السابقين وما قدماه من جهود طيبة خدمة للقضاء البحريني وأشهد جلالته بالجهود المخلصة التي يوالي بذلها أعضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم وتحملهم المسؤولية والأمانة لحماية وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون والدستور ونوها جلالته بالتطوير والتنظيم المستمر الذي يشهده قطاع العدالة في بنيته وتشريعاته مؤكدا أن البحرين تحرص دائما على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ومواكبة المتطلبات المتغيرة مع ضمان الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة الحالة يؤيد الغسم رئيس المحكمة الدستورية أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل كما أكد جلالته أن عاجلة التنمية الشاملة مستمرة بإذنه تعالى بفضل تكاتف السلطات الثلاث وتعاونها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية ومن جانبهما رفع معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية مثمنين ما تحظى به السلطة القضائية من اهتمام ودعم من لدن جلالته حفظه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر